اشتركوا في القناة في إطار تطوير الخطط والبرامج الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي تصب في صالح المواطن والأسرة البحرينية جاء مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2024 بهدف معرفة الإنفاق الأسري على السلع وأكثر السلع والخدمات التي تقبل الأسرة على استهلاكها طبعا مسح دخل ونفقات الأسرة يعتبر منسوح المهمة جدا على مستوى العالم كل الأجهزة الإحصائية مختلف دول عالم تحرص على إجراء هذا المسح بمنهجية علمية محددة احنا في مملكة البحرين طبعا نحرص على إجراء هذا المسح وفق هذه المنهجيات الدولية ساعدنا بشكل كبير على معرفة نفقات الأسرة في ناتج الجمالي وحسابها بشكل دقيق وأيضا وضع الخطط المناصب لتحسين دخل الأسرة والمصروفات المعيشية لدى الأسر بناء على النتاج التي تطلع المسح مسح دخل ونفقات الأسرة 2024 تم تنفيذه على أسس ومعايير البحث العلمي إذ يستهدف جمع بيانات عينة عشوائية مكونة تقريبا من ستة آلاف من الأسر الذين حرصوا على تقديم البيانات الشاملة والدقيقة للباحثين حول الدخل وأنماط الإنفاق ويشارك فيه نحو 35 من الباحثين الميدانيين أنا كرب أسرة له شويت مسح النفقات التابع حق هيئة المعلومات وأتمنى لكل يشارك في هذا المسح لأنه راح يفيدنا مفتقبلا الحصول كبدائل عن السلع الحالية في التضخم يعني في الأسعار الحالية راح تشوفون يوجدون حلول ثانية لها فأنا الصراحة أدعو لكلنا يشاركون في هذا المسح لصالح الوطن والمواطن نفسه يمثل مسح دخل ونفقات الأسرة نهجا علميا تتطلع من خلاله هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى المساهمة في تأمين قاعدة دقيقة من البيانات حول الأسر من المواطنين والمقيمين بما يمكن صناع القرار والمسؤولين في المملكة من رسم السياسات ووضع الخطط التطويرية والبرامج التنموية واتخاذ القرارات التي تدعم نماء الوطن وتساعد على توفير الخدمات المبتكرة التي تتماشى مع احتياجات ومتطلبات الأسر وتساهم في خلق حياة أفضل لهم